تقييم إلى إعادة تجهيز كذلك وفي جيش سيد معتيك أنا أعذرك على هذه المقاطعة أنت الآن تواجه مؤسسة منهارة يعني خلينا واقعين لا وجود لا لجيش ولا شرطة في هذه المؤسسة التي أنت يعني سوف تواجهها الآن لديك فقط ميليشيات وهذه حقيقة كيف ستتؤسس لهذه المؤسسة المهمة حاضرتك ذكرتي في البداية أن نحن يعني نحاول إيجاد طريقة لإعادة بناء الجيش الليبي إعادة بناء الجيش الليبي يجب أن يبدأ بمعلوماتية عالية يجب أن نعرف ماذا موجود لدينا اليوم يجب إعادة تقييم ما هو موجود على الأرض سواء كان من طاقة بشرية قوة بشرية وكذلك يجب أن نعرف ما هو موجود من أليات ومعدات يمكن استعمالها لهذا الجيش من ناحية الثانية نتكلم على الشرطة واليوم في الجيش الليبي يوجد أكثر من مئة وثلاثة ألف شخص يتقاضوا مرتبات من هذا الجسم لا أعتقد أن مئة وثلاثة شخص هما كلهم ناس لا يصلحوا بالعكس هناك الكثير من ناس لهم القدرة على تقديم شيء لبلدهم وهذا الناس يجب أن نستعين بهم الجزئية الأخرى حضرتك تقارتنا لا يوجد شرطة الشرطة موجودة في ليبيا ولكن يجب دعمها وتقوية الإحساس الأمني عندها والمجاهرة بالأمن المجاهرة بالأمن موضوع مهم جدا وموضوع نحتاجه جميعا لأن ليبيا يجب أن تكون على وضحة الإقليمي ووضحة الدولي يكون أفضل منه موجود الآن نعم يعني سيد معيتيق الحكومة حكومة الثاني كانت جريئة ولأول مرة يصدر أو يصدر بيان عنها تدين فيه الاعتداء على مديرية الأمن في بنغازي وتقول أن من كان وراه هي أنصار الشريعة يعني أنتم الآن كيف ستتعاملون مع حقيقة وجود هذه الجماعات التي يحاول أي كثيرون اليوم من في السلطة يا إما دعمهم يا إما تجنب الحديث عنهم هل تقرون بوجود جماعات متطرفة ووجود قاعدة اليوم وأشكال مختلفة لهذا التيار الإسلامي داخل ليبيا وكيف ستقومون بمواجهته الحقيقة الحكومة تسيير الأعمال للسيد عبدالله التنيني هي الآن في وضع المسؤولية وتستطيع الحكم بما تشاء وما تراه مناسبا نحن خارج السلطة ولم نستلم السلطة بعد عندما نستلم السلطة وعندما تكون الحكومة جاهزة لاتخاذ مواقف ستكون هذه المواقف علنية وواضحة هناك دول كثيرة تعرف ما يحدث في ليبيا وهناك ناس كثيرين هل تتجنب هل تتجنب الإجابة على هذا السؤال هل ترى بأنه ليست لديك أنا لا أعلم القدرة على أن نقرها لا بالعكس لا 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 بالعكس تماما أنا وضحت لك أن عندما نستلم السلطة سنكون أقدر على الإجابة لأننا نحن الآن نتكلم وفي مسؤوليتنا شعب يسمع في هذا الكلام ويجب أن يكون الإنسان على قدر المسؤولية والوعي عند الإجابة الليبيين سيد معديك أنت حدثتني عن خطط وعن برامج وأعطت لمقاطعتك لأنهم يشري بأن الوقت دهمنا أنت كل هذه الأمور حدثتني عنها لكن عندما تحدثت معك في هذه النقطة فيما يتعلق بالنقطة الحساسة في ليبيا كنت شديد الدبلوماسية إن صح التعبير في أن لا تعطينا خيط لمعرفة ما تنون القيام به أنا أستغرب يعني كثيرا في بعض الأسئلة هناك أسئلة تم عرضها على كثير من رؤساء الوزراء الليبيين في الصابق والآن حضرتك أنت تعاودي نفس الأسئلة وترجعي نفس الأسئلة مرة تانية أنا لا أبحث على الدبلوماسية الآن الليبيين يبحث على شخص تنفيدي شخص يجيد العمل على الأرض أما أن الإنسان يطلع ببيان معين وإجراءات معين ليس له القدرة على تنفيذها وليس له القدرة على إحداث تغيير على الأرض هنا هي المشكلة هنا موضوع الفرص الإنسان الذي ليس له قدرة على اتخاذ قرار معين وتنفيذه أن يتخذ قرار حبرا على ورق صعب جدا أنني رد على هذا السؤال لأنه لست شخص الموجود في السلطة التنفيذية اليوم عندما يكون موجود في السلطة التنفيذية تأكدي تماما أني هنكون قادر على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب